ده اللي أقصوده أستاذ إبراهيم في الرياضة نفس الشيء أنت بقالنا كم سنة بننبه يا جماعة الأهل مختارق دلوقتي الاختراق وبرضو من أربع خمس سنين نوهنا الاختراق سيكون عن طريق جماهيرك أن تخترق الجماهير وتخترق المفاهيم فيتحول معايير المبادئ التي تنادي بها هي دي مبادئ الألي يبتضي الربق في هذه السوابت ويمهد إلى أن إدعاب أن الأهل يتمسك بمبادئ وينسق وراءه البعض مفهوم يصدر مفهوم الأهل ملك الجماهير الأهل ليس ملكا لأحد ولم يكن ولن يكون لا ملك الصالح سليم ولا ملك الاتتش ولا ملك العدلي ولا ملك الخطيب ولا ملك الحسن ولا ملك الحضرتك ولا ملك الحد ولا ملك الجماهير ولكن من أجل إسعاد كل هؤلاء يعمل بعض من أجل إسعاد الآخرين هذه مسؤولية نعمل من أجل الجماهير ده مؤكد والأهل قيمته بتعزم جماهيره وجماهيره تتعزم لأنه عنده سوابته عنده قيمه عنده انتصاراته عنده رموزه عنده مواقفه عنده تاريخه كل ده بيخلي ولذلك أنا الجملة اللي تملأ يعني حريص عليها حبوا الأهل كما وجدتموه بلاش البدعة بلاش إن إحنا نحط مفاهم جديدة سيبكم اللي فاتوا دول أدام دول ما ينفعوش دي مش لغة العصر ما فيش حاجة اسمها لغة في القيم ما فيش حاجة اسمها لغة العصر هذا المشهد الآن انت تيجي تدفع عن قضية ما تبص تلاقي وسائل الإعلام يتتجاهل حقك يتتجاهل انتصاراتك يتعظم من إخفاقاتك يتدعي عليك بوجود المشاكل كل ربع ساعة في مشكلة لحد يكون ما بيلعبش يكون مش عارف لما أشماله لدرجة يقول لك المستبعدون من قائمة كذا مستبعد إيه عند 30 عايز 23 أنت المختارون قول المختارون فلان 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 مش المستبعدون لكن لقيناه كلمة مستفزة وابتدوا نجحوا فيهزوا العلاقة بين الأهلي وبعض العاملين فيه وبعض الجماهير واللعبين وبعض والعلاقة بين أطراف عناصر لعبة ولكن برضو بتماسك الأهلي وجماهيره الحقيقية والمخلصين من أبنائه والمخلصين من لعبيه وعناصره حيتجاوز كل أزمة لأن التاني وتالي ترابح الأهلي ملوش في اللحظة دي غير جماهيره وهذه حقيقة سيد إبراهيم لما تشوف المشهد